الموعد الاقتصادي قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية نكشف مجمع أسمدال الجزائري في بيان له رفض محكمة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من قبل مجمع فيلارميرا الإسباني ضده في نهاية إجراءة التحكيم معربا عن أسفه لكون الرفض جزئي وبخصوص شركة مخصبات الجزائر فيطال والذي تعود حيثيته إلى سنوات 2018 و2019 حيث أطلقت إجراءة التحكيم الدولي ضد مجمع أسمدال وجاء في بيان المجمع أنه يعكف حاليا على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم كما يحتفظ بإمكانية اللجوء إلى إجراءات النقض لحماية حقوقه في إطار التحكيم الدولي ترجع سعر برميل النفط عالميا خلال تعاملته اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي ويعتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب وانخفض السعر العقود الآجلة لخام برانت القياسي تسليم شهر أوت المقبل بنحو 0.41% إلى 75 دولار للبرميل فاصل 65 سنتا وفي الوقت نفسه ترجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي تسليم شهر جوليا البنقبل بنسبة 0.43% إلى 70 دولار للبرميل فاصل 98 سنتا عين الرئيس والتركي رجب طيب أردوغان حافظة غايا أركان رئيسة للبنك المركزي التركي حسب ما صدر في الجريدة الرسمية وكانت حفظة غايا أركان تشغل منصب مسؤولة تنفيذية في القطاع المالي بالولايات المتحدة في الوقت الذي يستعد فيها البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة في تركيا قال صندوق النقد الدولي اليوم أن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة على اقتصاده وتجنوا بعواقب لتعذروا إصلاحها وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات حول المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من جوان الجاري خلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء الأزمة الشديدة والمتفاقمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني كشف مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور عن موافقة الجانب السعودي على طلب قدمته سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين وأشر المدير العام للطيران المدني السوري إلا أن شركتي الطيران السورية وأجنحة الشام تقومان بإتمام إجراءات لبدء التشغيل ارتفعت ثروات الأسر الأمريكية والمنظمات غير الربحية بنحو ثلاثة تريليونات من الدولارات لتصل إلى 148 تريليون دولار فاصلة ثمانية خلال الربع الأول من عام 2020 وفقا لديانات الاحتياطي الفيدرالي وزادت قيمة أسهم الشركات المملكة بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 2.4 تريليون دولار بينما انخفضت قيمة العقارات بنحو 600 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري أخير خبر في الموحد الاقتصادي المسائي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة بإمان الله اشتركوا في القناة